نهاردة فيوتشر هبدأ به عشان تأهل لدول 32 الأول ببطولة الكونفيدرالي الأفريقية بعد فوزه على بول الأغاندي بهدف دون رد في مباراة العودة بالدول التمهيدي اللي أقيمت اليوم فيوتشر النهاردة كان مش حلو مباراة زهابت عدل سلبان مباراة النهاردة رغم طرد مبكر للفريق الأغاندي ولكن برضو فيوتشر ما كانش حلو أفهم ده إنه ممكن تكون بداية موسم وإن كان دي نهاية موسم ما تفهمش بقى ده نهاية موسم ولا بداية موسم بس هيا في النص كده بين الاتنين بس الأداء ما كانش عظيم يوزف جونسان هو اللي جاب هدف فيوتشر الوحيد النهاردة في ديئة 77 فيوتشر هيلع فريق كالون السراليوني في دول ال32 القادم المباراة الزهابت عدد تقام يوم 8 أكتوبر والآيابة عدد تقام يوم 16 أكتوبر إن شاء الله كل التوفيق لفيوتشر زي ما قلت لكم فيوتشر عنده تشكيلة رائعة فيوتشر عنده لعبين مميزين فيوتشر عنده إمكانيات كبيرة عشان كده الخصم النهاردة ما كانش خصم مكاور رغم كده الأداء ما كانش عظيم من فيوتشر وتأخر الفوز لدرجة الوحيد إلق يعني إلق قدام فريق أغاندي بيلعب بعشر لعبين إلقنا رغم إنك تبص على السكواد أو تشكيلة فيوتشر مع الجهاز الفني تقول لا فيوتشر يقدر يكسب براحته بس دي مشاركة أولى في البطولات الأفريقية مشاركة أولى لفيوتشر صحيح؟ ما تقدرش تقول إن فيوتشر مشاركة أولى فنقص الخبرات الأفريقية عشان معظم اللاعبين اللي بلعاب فيوتشر هما لعبة أسماء كبيرة ولعبة مع فرق كبيرة ولعبوا في بطولات أفريقية ولكن نعتبرها البداية زي أي فريق في العالم أو أي منتخف في العالم في بداية البطولات ممكن ما يكونش الأداء أحسن حاجة بس النتيجة الأهم وعشان كده النهاردة فيوتشر حقق النتيجة المطلوبة وصعد لدور الـ 32 القادم من الكونفردات الأفريقية نهنيه ونبركله ونفرح به وتصوري وتوقعي إن فيوتشر يقدر يروح لبعيد في هذه البطولات